دوع الاقتراح القانون الذي تقدم به الزميل علي بزي ويكون الانطلاق منه والقبول بما يتوتى توافق عليه اللجنة في هذا الخصوص اجتمعنا اليوم لأنه الاجتماع الأول لم يكن كان هناك عدد كبير من الزملاء غائبين لأسباب متعددي اجتمعنا اليوم كان تقريبا شبه مكتمل باستثناء غياب الزميل مروان حميدي الذي آمل أن يحضر في الاجتماعات المقبلي تم إعادة النظر بهذا الاقتراح والاستماع إلى أراء الزملاء الحاضرين كلهم بالنسبة لموقفه إذا جاز التعبير من هذا الاقتراح أو من قانون الانتخاب وبالتالي كان هناك بحث جدي ومعمق وعلما أنه أي بحث سننتهي به بالتوافق أو عدم التوافق سيؤدي بنا إلى نهاية الشهر الحالي يلي هي الحد الفاصل لكما قال دولة الرئيس بيري للعرض كل هذه الاقتراحات والمشاريع القوانية المتعلقة بقانون الانتخاب على الهيئة العامة للبت بها فإذا إذا توصلنا كان به وإذا لم نتوصل إلى اتفاق حول أي قانون من هذه الاقتراحات المعروضة سيكون هناك فصل نهائي هو من قبل الهيئة العامة التي سيطرع عليها سائر القوانين والاقتراحات سائر مشاريع القوانين والاقتراحات للبت بها وعندما تقر الأكثرية أحد هذه القوانين يعني هذا القانون يصبح نافزاً ويصبح ملزماً لجميع الفرقاء وفقاً للنظام الديموقراطي حتى أولي بقى لا ما سألني عن هذا الموضوع بالنتيجة لحتى تكتمل يكتمل حضورنا كلنا وما بعتقد فيه أي أشكالية بهذا الموضوع بالنسبة له أنا لا أعتقد ذلك هذا رأيي مين أقدم اكتراح جديد مين أقدم اكتراح جديد لا 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 لم يطرح نحن نحن كما يعني نحن مكلفين متل ما بيقولوا كمبيتانس ليه ما عنا صلاحية هلأ بالوقت الحاضر ننتقل لغير بحث إلا ببحث اكتراح مقدم من زميلنا علي بازي إذا لم نتوصل إذا توصلنا إلى تعديل بالتوافق كان به وهذا رحب فيه دولة الرئيس بري وإذا لم نتوصل ولأينا أنه ممكن أن نتوصل بتعديلات أو باكتراحات أخرى نحن مستعدين لهذا الموضوع لمهم أنه بآخر المطاف في نهاية هذا الشهر توصلنا أو لم نتوصل سيكون للهيئة العامة الكلمة الأخيرة والكلمة الفصل في هذا الموضوع وهذا الشيء ونحن عنا جلسة الخميس الجي بعد بكرة بأعتقد لازم تكون مكتملة النساب وعندها سنرى كيف ستسير الأمور شكرا